السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الأول الإعدادي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس الأول عناصر المناخ من الوحدة الأولى المناخ والنبات الطبيعي من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فرع الجغرافية فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا أصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب قبل أن نتعرف عناصر المناخ نتعرف أولا الفرق بين الطقس والمناخ يبقى أول حاجة نعرفها الفرق بين الطقس والمناخ الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة يبقى الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة الفترة الزمنية القصيرة قد تكون يوما أو يومين أو إسبوعا من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار أما المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة يبقى المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية قد تكون شهرا أو فصلا أو سنة من حيث الحرارة والضغط الجوي والأمطار فهنا عندنا بيقولنا إذن الفرق بين الطقس والمناخ يتمثل في في الفترة الزمنية يبقى الفرق بين الطقس والمناخ يتمثل في الفترة الزمنية التي يغطيها وصف حالة الجو نشوف مع بعض عناصر المناخ عناصر المناخ عندنا الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار يبقى في درس اليوم نشرح الحرارة بشيء من التفصيل الدرس القادم نشرح الضغط الجو والرياح والجزء الثالث من الدرس نشرح الأمطار يبقى نظر لطول الدرس نقسمنا الدرس إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول نشرح الحرارة أولا المناخ فيجيك يقول لك بما تفسر الحرارة أهم عناصر المناخ لأنها تؤثر على باقي عناصره اللي هي الضغط الجو والرياح والأمطار يبقى الحرارة أهم عناصر المناخ ليه لأنها تؤثر على باقي عناصره اللي هما الضغط الجو والرياح والأمطار الشمس المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الارض ولكن بتختلف درجات الحرارة من مكان لاخر بسبب عدة عوامل يبقى عندنا الشمس المصدر الوحيد للضوء والحرارة على سطح الارض تختلف درجات الحرارة من مكان لاخر بسبب ايه بسبب عدة عوامل هنا يقول لك حدد العوامل المؤسرة في تباين درجات الحرارة على سطح القرى الارضية حدد العوامل المؤسرة في تباين درجات الحرارة على سطح القرى الارضية اول حاجة من العوامل دي اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض تاني حاجة التضاريس تالت حاجة القربة او البعد عن المسطحات المائية رابع حاجة الغطاء النباتي خامس حاجة طول وقصر النهار بل عوامل المؤسرة في تباين درجات الحرارة على سطح القرى الارضية خمس عوامل اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض التضاريس القربة او البعد عن المسطحات المائية الغطاء النباتي طول وقصر النهار فيما يلي نتعرف هذه العوامل بشيء من التفصيل رقم واحد اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض يؤثر في درجات الحرارة حيث بترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء يبا كلما اقتربنا من دائرة الاستواء بترتفع درجة الحرارة وتقل لدرجة الحرارة كلما ابتعدنا عنها شمانا وجنوبا فيقول لك بما تفسر لان اشعة الشمس تكون عمودية عند دائرة الاستواء وما الى كلما ابتعدنا عنها لذلك ترتفع درجة الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء لان الشمس تكون عموديا وتقل لدرجة الحرارة كلما ابتعدنا عنها شمالا وجنوبا لان اشعة الشمس تكون مائلا طب الحاجة التانية التضاريس تؤثر في درجة الحرارة حيث تقل لدرجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل مية وخمسين متر ايبا كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل مية وخمسين متر بتقل لدرجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مئوية لذلك يحصل ايه بيغطي السلج اللي هو الجليد بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل قمة جبل كينيا في قارة افريقيا يبا يغطي السلج الجليد بعض القمم الجبلية المرتفعة الموجودة في المناطق المدارية الحارة مثل قمة جبل كينيا في قارة افريقيا السبب ان درجة الحرارة بتقل بمعدل درجة واحدة مئوية كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل مية وخمسين متر رقم ثلاثة من العوامل المؤسرة على درجة الحرارة القرب او البعد عن المسطحات المائية رقم القرب او البعد عن المسطحات المائية بيؤثر في درجة الحرارة حيث تتميز المناطق القريبة من المسطحات المائية باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء بما تفسر لان المياه تعمل على تلطيف او تحسين درجة حرارة المناطق القريبة منها صيفا وشتاء يبقى المناطق القريبة من المسطحات المائية بتتميز باعتدال حرارتها صيفا ودفئها شتاء السبب ان المياه تعمل على تلطيف او تحسين درجة حرارة المناطق القريبة منها صيفا وشتاء طب هنا عندنا رقم اربع الغطاء النباتي فهنا هيقول لك يؤثر في درجة الحرارة حيث يمنع الغطاء النباتي اشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الارض لذلك بتقل درجة الحرارة في الغابات والمناطق المزروعة عن المناطق المكشوفة اللي هي بلا غطاء نباتي يبقى الغطاء النباتي بيؤثر في درجات الحرارة بيعمل ايه قال لك يمنع الغطاء النباتي اشعة الشمس من الوصول مباشرة لسطح الارض لذلك بنلاقي ايه درجة الحرارة في الغابات تقل وفي المناطق المزروعة تقل لدرجة الحرارة عن المناطق المكشوفة اللي هي بلا غطاء نباتي زي المناطق الصحراوية اللي مفهاش غابات ولا فيها نبات مزروع هنا يقول لك فسر تراكم السلوج فوق القمم الجبلية المرتفعة بالمناطق المدارية الحارة فاحنا قلنا السبب انه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بمعدل مية وخمسين متر بتنخفض درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة مأوية رقم خمسة طول وقصر النهار يؤثر في درجات الحرارة حيث يقول النهار في فصل الصيف فيقول لك ما النتيجة تتلقى الارض كمية كبيرة من الاشعاع الشمسي مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة يبقى في الصيف النهار طويل يقول النهار فيحصل تتلقى الارض كمية كبيرة من اشعاع الشمسي مما يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة يقصر النهار في فصل الشتاء ما النتيجة تتلقى الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى انقفاض درجة الحرارة يبقى في فصل الشتاء النهار قصير يقصر النهار فيحصله تتلقى الأرض كمية قليلة من الإشعاع الشمسي مما يؤدي إلى انقفاض درجة الحرارة بعد كده عندنا تدريب رقم واحد اقتر الإجابة الصحيحة مما بين القوصين والتدريب من كتاب الامتحان صفحة 13 1 الفرق بين الطقس والمناخ يتمثل فيه هل كمية المطر درجة الحرارة الموقع الفترة الزمنية يتمثل فيه في الفترة الزمنية رقم 2 أهم عناصر المناخ الحرارة الضغط الجوي الرياح الأمطار الحرارة فنختار الحرارة رقم 3 تصبح أشعة الشمس مائلة بشكل أكبر عنده دائرة الاستواء مدار السلطان مدار الجدي الدائرة القطبية الشمالية فنختار الدائرة القطبية الشمالية رقم 4 يرجع السبب وراء تكون السلوج على قمم بعض جبال قارد إفريقيا إلى البعد عن دائرة عرض سف أشعة الشمس المائلة عامل الارتفاع الموقع الجغرافي فنختاره عامل الارتفاع رقم 5 المدينة الأقصر اعتدالا في درجات الحرارة صيفا هي القاهرة بنسويف المينيا بورسعيد فنختار بورسعيد لأنها قريبة من البحر رقم 2 أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب واحد درجة الحرارة فوق قمة الجبال تكون أعلى من درجة الحرارة عند سفحه يعني أسفله العبارة خطأ تكون أقل طيب رقم 2 تعمل المسطحات المائية على تلقيب درجة الحرارة بالأماكن القريبة منها العبارة صواب رقم 3 ترتفع درجة الحرارة في المناطق التي تكسوها الغابات عن المناطق المكشوفة العبارة خطأ تقل درجة الحرارة في المناطق التي تكسوها الغابات عن المناطق المكشوفة رقم 4 يؤدي قصر النهار خلال فصل الشتاء إلى انخفاض درجات الحرارة العبارة صواب في رقم 3 بما تفسر اختلاف دراجات الحرارة من مكان لآخر على سطح الأرض بالرغم من أن مصدرها واحد فإحنا قلنا بسبب عدة عوامل هي اختلاف موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض التضاريس الغطاء النباتي القربة أو البعد عن المسطحات المائية طور وقصر النهار في رقم 4 يقول لك قارن بين الطقس والمناخ فعندنا الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تكون يوم أو يومين أو أسبوع من حيث الحرارة والضغط الجو والرياح والأمطار أما المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطار يبقى الاختلاف بينهم في الفترة الزمنية وبكده كنا نصلنا معكم لنهاية الجزء الأول من الدرس الدرس القادم هنشرح الضغط الجوي والرياح فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر